اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صدور نظام جديد كما يدعو الآن نحن رأي دينا واضح في هذه العملية منسبة النقابات مخرجة ديومي إسنين لا تهموا تلسقية لا من قريب ولا من بعيد مطالبون واضحة سحب النظام رغمنا الأوجور إدماج إخوان دينا المفروض عليهم التعاقد التعاقد وشكرا طبعا النقابات وفقوا المخرجة لأنه الآن القطار تجاوز النقابات بكل صراحة القطار تجاوز النقابات والشارع والأستاذ لا يعترفوا بالنقابات الموقعات خصوصا النقابات الأربع الموقعات على النظام الأساس عامين دينا الحوار ما شو ناوله الآن نريد نظام جدي محفز متساوي ضامن للحقوق لرجال ونساء التعليم نظام فيه تحفيزات وليس كثرة العقوبات نظام يحدد ساعة الأمر نظام يحدد المهام التي ننطب الأسد إذا هذا نظام أجل السلامية الإغاة المرسول وسيبقى الإضرابة طبعا طبعا نعركة مستمرة نحن كما قلت سابقا نحن لسنا هوة الإضراب مكاننا الطابعي هو القيس هم الذين أجبرونا على هذا الفعل الحركي في المغرب نطالب الحكومة بالإسراع بالإسراع ثم الإسراع بسحب هذا النظام وإخراج نظام مسرح حتى يعودوا الأساس إلى موقعهم الأصلي وهو القسم رسالة أخيرة من وزر الموسى رسالة أخيرة من وزر الموسى كان طلبوا مننا كان طلبوا منه الآن ينظر النبض الشارع ويشوف من نتحكم في الشارع هل النقابات أم التنسيقية الآن إذا يريد أن يحاول التنسيقيات الفائلة في الميدان وأقصد هنا التنسيق الوطني الذي ينضم فيه نقابة التواجه الديمقراطي والتنسيقية الثانية والتنسيقية الموحدة هات التنسيقيات الثالث هم الآن من يرفعوا المشعل النضال ثم النضال في نجال التعليم ما حصلت القططاعات بالنسبة للقططاعات شفتش نقولكم الإخوان هذه حكومة دير نيا أصلاً كانوا مخصوم يعملوا النيا في ذو القططاع الآن مثلاً أنا قطعوا لي تلتالف وخمسمائة دير هام في هذا الشهر هذا وكين إخوان قطعوا لهم أربعالف كين قطعوا لهم خمسالف وكين تلتالف كين ألفين كل واحد على حسف ما عرفناش من معيار واش عشوائية وللأسف كين إخوان لا حول ولا قوات لا لا الاقتطاعة تمت جميع الأساسي تقريباً أربعين آلف قصة تم القططاع من أجر ديالهم هات الشهر مشكونوا واطعين وشهر المقبل قل حتى نعودوا إلى القسعة سيتموا تجميد الاقتطاعة بمعنى مدامة المعركة مستمرة هالاقتطاع مستمر نقول هنا لا يهمون الاقتطاع اقتطاع أو تقتطاع الأستاذ لن يخضع ولن يرد التنصيق ما بين التنصيق 23 معهم الجامعة الوطنية التعليم توجه الديمقراطي النقابة التي لم توقع على نظام المشؤوم وكذلك تنصيقية تانوي تأهيلي وتنصيقية الموحدة نحن اليوم كتلة واحدة من أجل إسقاط هذا النظام المشؤوم نظام المآسي الذي سيجر الويلات على الأجيال المقبلة إن صمتنا نحن اليوم فإن الأجيال من هنا 25 سنة ستعيش المأساة ديال ضرب المدرسة العمومية التي نحن أبنائها وتخرجنا منها وكذلك ضرب التوظيف عبر التعاقد وسنصير كأننا في ضيعة كل من له المال يتحكم في مصير الإنسان نتواجد كذلك أمام محكمة الاستيناف كرمز للوقوف مع رفاقنا الذين فرد عليهم التعاقد والذين سجلوا ملحمة بخروجهم إلى الشارع المغربي وسكفت دماؤهم على بدلاتهم ووزراتهم البيضاء لا لشيء سوى مطالبتهم بإسقار هذا التعاقد وهو حق لهم إنها إملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية التي تريد الإجهاز على كل ما هو اجتماعي على المدرسة العمومية وعلى الصحة وعلى الشغل لكن الأساتد سيسمدون ضد هذه الموجة التي جسدتها الحكومات السابقة ونحن لن نغفر لهم هذه التراجعات والمكتسبات التي ضح من إجراء لها الشهداء وشهيدات الشعب وفت عيام تطفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشكاين واتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع أصدقائكم ولماذا من الأخبار تلي شارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور اشتركوا في القناة